امبرح فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي شارك في الجلسة العامة التانية الموسعة بقمة مجموعة بريكس اكد خلال الجلسة ان القصور اللي بيعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية لا يقتصر فقط على القضايا الامنية بل الموضوع اكبر من كده بكتير بيمتد الى الموضوعات الخاصة بالجانب الاقتصادي والتنموي واللي بتعاني الدول النمية من تصعد اشكالية الديون مثلا وعدم توافر كمان التمويل اللازم علشان يحقق اهداف التنمية المسادمة في الدول دي يا ندينا صحيح فعلا يا رجائي وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن مشاركة الرئيس في الجلسة الثانية ورسائل اللي طبعا يعني يوجهها بالامس خلال كلماته في هذه الجلسة برحب معانا بدفتنا للنورانة سيد زرانيا يعقوب عضو مجلس ادارة البورصة المصرية صباح الخير ونورا صباح النور واهلا بحضرتك اهلا بيكي بالامس في كلمة الرئيس اسيسي ممكن وجه بعض الاشارات على ان الازمة الاقتصادية العالمية من اخطاء خاصة بيها وازاي تأثيرتها اليجابية دي هتحصل من خلال تجمع براكس طيب حقيقة نقول دايما ان الكتلة الغربية دي هي دول المنافع اللي صدرت كل المساوئ الى الدول النمية بما فيها يعني مشكلة المناخ اللي بنعاني منها واصبح ليها تأثيرات اقتصادية وابتدينا نعمل لها قمم المناخ لان اصبح ان ليها تأثيرات سلبية ممكن تؤثر على مش بس الاقتصاديات بالخاصة بالدول ولكن ايضا على قيام وجود هذه الدول يمكن تغيرات المناخية النهاردة تتسبب مشاكل رهيبة جدا وخسائر اقتصادية كبيرة جدا سواء على مستوى الدول النمية او مستوى الدول المتقدمة نجي لمشاكل الدين العالمي واللي بتتحمل الدول النمية طبعا عبء هذه المشاكل وتكلفة الدين واصبح ان فيه ضغوط كبيرة جدا نلاقي الأزمات بتطلع من الكتلة الغربية والدول المتقدمة والأسف تصدر وتتحمل العبء الأكبر عليها هي الدول النشأة والدول النامية ابتدى النهاردة نشوف طبعا كلمة هيمانة الدولار هي كلمة انا مش شايفها اقتصادية بتكون سليمة ولكن خلينا نقول ان هي عملة التسوية العالمية بتمثل 60% من حجم الاحتياطيات النقدية لبنوك المركزية على مستوى العالم حجم 90% من حجم الدين العالمي بالدولار النهاردة وجود قوة او نظام موازي بدل ما يبقى العالم ماشي بأحادية اللي هي زي الوقت المتحدة الأمريكية لكن ظهور تكتل زي تكتل دول البريكس بحجم هذه الدول وقدرتها وقوتها ويمكن في بعض البيانات المهمة جدا جدا ان احنا نقولها واحنا بنتكلم على هذه المجموعة اللي بتمثل مثلا عدد تعداد سكانها تقريبا 45% من حجم سكان الأرض حضرتك ممكن تقوليه طب ده بيعتبر فايدة ولا عيب يقول حقيقة لا هي لها فوائد كثيرة جدا قوة استهلاكية كبيرة جدا فرص عمل وعمالة حاجات كثيرة جدا بتمثل 45% دي بتنتك تقريبا 44% من حجم النفط العالمي يعني حجم اقصادياتها بيمثل 28% من حجم الاقصاد العالمي ده مع دخول السعودية ولا قبل دخول السعودية مع دخول السعودية خلينا البالك دلوقتي ان احنا بنتكلم ان تم دعوة مجموعة من الدول وبالفعل خلاص احنا في بداية في يناير 24 تم دخول مصر واثيوبيا واثيوبيا والسعودية والامارات انضموا الى المجموعة وده بيمثل قوة مهمة جدا وليها معاني كبيرة جدا فالفكرة العامة هو اعداد بقى نظام عالمي موازي ده هيحصل النهاردة؟ بالطبع لا طيب السؤال بقى اللي يطرح نفسه هنا ان احنا لو رجعنا لأبجاديات اصلا انشاء البريكس وهو كسر هيمنة الدول الغربية والعنوان اصلا بتاع النسخة دي من البريكس هو التعاون ما بين دول البريكس ومجموعة الجنوب وازاي ان هو يتم الوصول الى ايجاد شراكة ما بين المجموعتين يعني مجموعة البريكس ودول الجنوب لو رجعنا بقول لحضرتك لي الابجاديات اصلا انشاء والفلسفة من وراء انشاء تجمع البريكس هو كسر الهيمنة الغربية على مجريات الامور ما هي التحديات الصعاب علشان يبقى مجموعة البريكس توازي هذه الهيمنة لو جزت عبيريا طيب خلينا اقول حضرتك ان رغم كل اللي احنا قلناه من بيانات والتي بتعتبر مهمة جدا ولكن ما زالت مجموعة البريكس اصلا عندها نوع من التحديات الداخلية يعني مثلا وجود بعض الخلافات بين المجموعات الكبيرة في دول البريكس زي مثلا الصين والهند ايران وبعض الدول الجديدة المنضمة ما زال برضو ده هيكون لتأثير ويعتبر تحدي هام جدا ولكن يمكن حل حالته عند الجلوس على طاولة واحدة لدراسة المصالح الاكبر من هذه الخلافات خلينا نقول برضو ان حجم الدول الجنوب محملة بالجزء كبير من الاعباء والديون يمكن ده كان بيؤثر على خطط التنمية والنمو الاقتصادي لهذه الدول فده يعتبر تحدي اخر فكرة النهاردة ان احنا نصدر عملة موحدة ده هدف نبيل جدا ولكن تعال نشوف عندنا تحديات كبيرة جدا عندنا حجم التجارة وحجم الحروب اللي بتواجهها بعض الدول الكبرى احنا عندنا حرب تجارية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين ويمكن بتتمثل في النفط الجديد اللي احنا بنطلق عليه اللي هي المايكرو تشابس او الصناعة التكنولوجية ده بنسميه النفط الجديد وده يعتبر احد اهم الحروب التجارية على مستوى العالم او في العصر الحديث النهاردة وجود احد اهم الدول الكبرى في هذه المنظمة والتي بتواجه عقوبات دولية اللي هي روسيا فالنهاردة دي برضو تعتبر احد اهم التحديات امام هذه المجموعة ولكن خلينا برضو بازلنا بنقول ان هذه المجموعة ووجودها والقوة اللي موجودة للدول دي اعتقد ان هي بتورس الرسالة ان هناك نمو او ظهور لقوة عالمية جديدة ونظام جديد بيوازي الدولار فكرة النهاردة كلمة هيمانة الدولار انا يمكن زي ما ذكرت الحديث انا مش بتطفق فيها قوي لان النهاردة ده امر واقع احنا محتاجين نخلق نظام عالمي في سلة من العملات في حجم من التجارة في سيطرة لهذه التجارة مبين مجموعة من الدول فبالتالي نبتدي نقول لا احنا هناخد عمل جديدة للتسوية التجارية فبتدي اكثر جزء من سيطرة الدولار على هذا الاتجاه طيب بالامس كلمة الرئيس عبدالفتاح سيسي كانت بتعكس بشكل كبير دبلوماسيك من القصادية وان مصر كانت معانية او في خلال الكلمة كانت مهتمة جدا بالدول النمية الدول النمية دي من اكترها في قارة افريقيا زي ما احنا كلنا عارفين هل تجمع بريكس بيعتبر ان مصر هي بوابة افريقيا اللي من خلالها يقدر ان هو يتقل سوء ويكون حجم التبادل التجاري كبير ما بين تجمع بريكس والدول الافريقية خاصة ان الدول الافريقية دايما المهيمن عليها في التبادل التجاري او الشريك التجاري لها هو الاتحاد الاوروبي مما لا شك فيه ان التصور لحضرك طرحتي ده يعتبر فعلا واقع حقيقي مصر هي البوابة الحقيقية للقارة السوداء هي يقول لحضرتك ان القارة السوداء دلوقتي رغم ما يقال ان احنا دول نمية وعندها صراعات وحروب ومش عارفين ولكن هي تعتبر الاهم بالضبط تعتبر النهاردة الهدف الاهم لاغلب الدول العالمية زي الصين وروسيا واوروبا اللي بتبحث عن ايجاد مصالح لها وقدم داخل هذه الدول علشان الجميع يعلم حجم الثروات والموارد الطبيعية الموجودة داخل هذه القارة مصر مما لا شك فيه تعتبر هي البوابة ويمكن دولة الرئيس يعني او سيادة الرئيس على مدار سنوات طويلة ابتدى يتجه الى العمق الافريقي وجود اصبح لمصر او عودة لدور مصر التاريخي بعد ان انحصر على مدار سنوات النهاردة مصر تتواجد على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري النهاردة مصر بتخلق لها استثمارات مصر بتساعد دول ووضعت كوان اجندة التامية المستدامة الفين تلاتة وستين لقارة اسريقية كلها مما لا شك فيه وعشان كده بقولها دايما سيادة الرئيس يمكن بيلمح او بيذكر الدول الافريقية والمشاكل الخاصة بهذه الدول لان الجميع يعلم ان احد اهم الاسواق بالنسبة الاقصاد المصري ووجود الاقصاد المصري وفتح ليه عمق داخل القارة الافريقية اعتبر احد اهم اهداف سيادة الرئيس في هذه الفترة زي ما دينا قالت ان مصر بتتحدث باسم القارة الافريقية في جميع المحافظ كمان سيادة الرئيس في هذا الصدد كان ليه تصريح مهم جدا بيتحدث فيه عن التمويل تمويل الدول النامية النامية والتنمية في الدول النامية وكلفة التمويل هذه بتبقى كلفة عالية بالنسبة للدول السؤال هنا البنك التنمية تابع ليه البريكس هل ممكن يعني يسد الفجوة المنجودة او الحاصرة دلوقتي او موضوع صعب شوية نوعه يتم دلوقتي خليني اتفق مع حضرتك ان وجود بنك التنمية اعتبر احد اهم الاهداف لأجلب دول الجنوب المنضمة الى مجموعة البريكس هو ايجاد متنفس بعيدا عن صندوق النقد والبنك الدولي والضغوط الغربية ووكالات التصنيف الغربية اللي بتضع ضغوط كبيرة جدا وهي اللي بتؤدي الى رفع تكلفة الدين ما هو وكالة التصنيف دي يعني تكلفة الدين بمعنى اصح وكلنا لنا علامات استفهام على كثير من التصنيفات وكثير من التقارير اللي بتصدر عن هذه المؤسسات وان اغلبها بيكون مسيس يعني في بعض التقارير صدرت وتم الرجوع عنها في نفس اليوم لبعض الدول الكبرى في بعض الازمات صدرت وكانت هذه المؤسسات اصدار التقارير ايجابية وفجأة لان زي مثلا مشكلة 2008 والدين العالمي وكانت صدرة في بعض البنوك ان هي تقاريرها ايجابية وفجأة حدثت المشكلة ففي علامات استفهام كبيرة جدا نحو هذه المؤسسات النهاردة وجود بنك التنمية واعتقد ان احنا هنبتدي نشوف ظهور وكالات للتصنيف خاصة بهذه الدول زي ما بدأت الهند مثلا بتدت تظهر عندها وكالات للتصنيف الصين ايضا بتدت تظهر عندها وكالات للتصنيف وخليني اقول حضرتك برضو ان في الدول الاوروبية بتدت تظهر وكالات للتصنيف بمعايير مشددة عن وكالات التصنيف الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي هيعاد تقييم الديون هيعادنا فكر او مساعدة هذه الدول واعطاها الفرص لتعزيز معدلات النمو والتنمية المستدامة هتخفف الضغوط الموجودة على الدول المنضمة او دول الجنوب اللي عايزة تبتدي تعيد بقى هيكلة ديونها وتبتدي تتخلص من هذا العبء اللي هو يجب ان تبتدي هذه الدول تتخلص منه علشان تقدر ان هي تتحرك في مصار طبيعي وان هي تقدر توفر سوء للتنمية المستدامة للاقصادية طيب يمكن حدك زكرتي عن بنك التنمية الجديد ودوره في التمويل خلال الفترة الجاية ومش هيتعامل بمنطق العصى والجزرة زي ما بعض يعني الامور الخاصة بالتمويل او الوكالات الخاصة بالتمويل للدول العالم كمان احنا عندنا تجمع بريكس كمان هدفه في الاساس انه هو يعني بيتحول من القطبية الوحادية الى التعددية القطبية علشان يكون فيش هيمنة على الاقتصاد العالمي هيقدر يحقق ده من خلال دخول بعض الدول الجديدة فيه او من يعني من توسع عدد الدول فيه تجمع بريكس خلينا اقول حقيقي ان انا يمكن مش يعني مش بقعول قوي على فكرة دخول دول الجديدة ولكن بقعول بالاكتر على وجود اهداف واضحة لهذه القمم اهداف ومخرجات بزيطة كده يعني مثلا زي ما كنا بنتكلم وبنقول يبقى عندنا هدف مثلا زياد حجم التجارة البينية ما بين هذه الدول سنويا بمعدل 2% زيادة معدل الاستثمارات بنسب معينة ويبتدي مراجعتها ما بين قمة الى اخرى فبالتالي نبتدي النهاردة يبقى فيه تحركات ايجابية هي الفكرة مش بكثرة عدد الدول ولكن هي الفكرة النهاردة بوجود اجندة واضحة باهداف بيتم متابعتها من وجود مثلا النهاردة منصات زي اللي تم الاعلان انا شايفها خطوة ايجابية بصورة كبيرة جدا هذه الدول عندها حجم موارد طبيعية ولكن بتحتاج الى اعادة تسعير فبالتالي وجود منصات النهاردة لاعادة تسعير هذه الموارد اعتقد هي دي الاهداف اللي هتخلي لهذا الكيان وجود حقيقي مش الهدف منه معادة او مواجهة على قد ما هو الهدف منه هو خلق نظام موازي واعتقد ان ده برضو مش هيكون بالضرورة بيضر الجانب الاخر ولكن هيكون هناك بعض المنافع وبعض التبادلات التجارية والاقتصادية ما بين الترفين عظيم جدا لما تبعنا في الجلسة الاسبوعية والاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان اتكلم على اهمية وجود الشركات المصرية والاستفادة من دخول مصر كعضو في البريكس السؤال هنا ازاي الشركات اولا تستفيد من دخول مصر كعضو في البريكس ده رقم واحد ده رقم اثنين ايه هي الاليات اللي ممكن تطرحها الحكومة علشان تسهل دخول الشركات والاستفادة من وجود مصر كعضو في البريكس طيب خلينا اقول حديك ان فيه جزء على الحكومة المصرية وفيه جزء على البريكس نفسه كاتحاد زي ما بنقول مثلا الاتحاد الاوروبي النهاردة فيه ما بينهم اتفاقيات خاصة بالجمارك والضرائب وحركة المواطنين والعمالة داخل هذا الاتحاد ادت الى نجاح الاتحاد الاوروبي احنا محتاجين نوع من المحفزات ما بين دول البريكس فيما يخص بقى الجمارك والضرائب والمحفزات اللي بتساعد هذه الدول النهاردة ان هي تدخل مصر احنا مصر خطينا خطوات كبيرة جدا وعملاقة في مجالات كثيرة جدا زي البنية التحتية والطاقة وغيرها فاعتقد ان احنا نعتبر من اهم الدول في شمال افرقيا المهيئة لاستقبال استثمارات ولكن خلينا دايما نقول كلمة السر هي الحوافز اللي بتجذب المستثمر ويمكن انا هنا بقول ده من ضمن الاهداف التي يجب ان توضع بين مجموعة دول البريكس لتشجيع زيادة الاستثمارات بين هذه الدول هتكون في فرص جيدة جدا للشركات المصرية في ظل وجود هذه المحفزات انها تفتح اسواء لها اخرى في هذه الدول اللي بتمثل فرص كبيرة جدا لكثير من القطاعات المصرية وخيقول لحديك عندنا قطاعات جبارة زي قطاع زي قطاعات ايه مثلا زي قطاع العقاري خيقول لحديك القطاع العقاري النهاردة المصري هو مش بيشتغل بس في مصر وانا خلينا بقى وقعين هو ممتد في دول افريقية كثيرة وبيعمل مشاريع عملاقة ودور خالجية وكثير من هذه الشركات او بعض هذه الشركات مصنفة عالميا خلينا اقول حضرتها قطاع المواد الجزائية قطاع البنية التحتية قطاع اللوجستيات والاتصالات المصرية كل هذه القطاعات وغيرها من القطاعات يمكن هتكون عندها فرص عملاقة جدا في حال وجود زي ما بنقول محفزات اجندة واضحة بين دول مجموعة البريكس طيب احنا ما بين مصر وروسيا علاقات ممتدة لسنين طويلة جدا يمكن السنة اللي فتت تحت فنة بثمانين سنة ففي علاقات كمان دبلوماسية وسياسية واقتصادية وتوافق في الرؤى روسيا لها استثمارات في مصر في طبعا محاطة الدبعة النوية ومنطقة قناة السويس كمنطقة لوجستية هل تتتوقع ان مجموعة البريكس هتبدأ انها تستثمر في هذه المنطقة ويصبح محور قناة السويس هي فعلا منطقة استراتيجية ولوجستية لكل الدول التجمع؟ خلينا أقول حليك مش بس روسيا نحن عندنا القواتين الضارباتين في هذه المجموعة هي روسيا والصين النهاردة حجم الاستثمارات الروسية والصينية في مصر يعتبر مهم جدا وملفت الانتباه منطقة أو محور قناة السويس يعتبر هو الأهم بعد أن تحركت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل تنمية هذه المنطقة فخلينا نقول أن فعلا تحول محور قناة السويس لأحد أهم الممرات اللوجستية على مدار العالم من المتوقع خلال الفترة القادمة إن هو مش بس روسيا ولكن روسيا والصين والهند تلت قوات ضاربة النهاردة بتبحث لفرص على فتح استثمارات وحق أسواء وجود محور قناة السويس بعد تهيئة وبعد الخطوات الجبارة التي تحركت فيها الحكومة المصرية أعتقد هيكون ممر جذب مهم جدا لهذه الاستثمارات دور الدولة المصرية في كلمتي عن القطاعات الوعدة الدولة المصرية تقدر تستثمر فيها كمان دينا تكلمت على محور قناة السويس والاستثمارات في محور قناة السويس وكمان الشراكة ما بين مصر وروسيا في صدد شركات اقتصادية وتنمية شركات اقتصادية أهمية أن مصر تسوق نفسها كمكان جاذب للاستثمارات الأجنبية خاصة في دول البريكس أهمية طيب خلينا نقول حديك أن بالفعل إحنا مصوقين يعني في ظل التوترات الجيل سياسية الموجودة في المنطقة لما حديك يتبص على الخريطة في ناس كياب تتخض إحنا مصر موجودة في منطقة زي ما بيقولوا كده حلقة نار ملتهبة ورغم ده مصر قادرة على جذب حجم كبير جدا من الاستثمار الأجنبي المباشر وده أمر مهم جدا بينصب في عدة قطاعات عندنا ويمكن إحنا شايفين على مدار الفترة الماضية اهتمام كبير جدا من جانب المستثمرين ودائما أنا بحب أقول جملة مهمة وهي أن المستثمر بيشتري سوري المستقبل مش الحاضر هو في الحقيقة النهاردة يعلم أن العائد على استثماره في المستقبل هو بيحسبه وهو شايف مصر النهاردة بحجم التطور الرهيب اللي حدث في كثير من القطاعات وخليني أخص منها قطاع البنية التحتية واللوجستيات وقطاع الاتصالات دا دعم النهاردة والطاقة النظيفة والطاقة النظيفة خلييني أقولها هيك بس دا دعم بصورة كبيرة جدا يمكن رؤية المستثمرين أعتقد أن مصر النهاردة محطة أنظار ويمكن دا اللي خلانا نبقى أحد أهم الدول اللي تم دعوتها مبكرا للبريكس يمكن في 2017 تم دعوة مصر للمشاركة في قمة البريكس في ذكاء التوقيت ولم تكن عضوا وتم دخول مصر في 2024 يبقى مصر من بدري كانت محطة اهتمام هذه الدول ووجود مصر ضمن هذا التكتل هو مش بس دعوة ولكن هي احتياج لوجود دور مصر زي ما قلنا تعتبر السوء اللي هيفتح معبر للقراء الأفريقية وقلنا أهمية القراء الأفريقية إلى جانب مصر نفسها تمثل فرص هامة جدا من الاستثمار لهذه المنظمة كل دولة من دول البريكس في تجمع بريكس هي لها ميزة نسبية بتتمتع بميزة نسبية إزاي كل ده يعني التجمع يقدر يعمل تضافر لهذه الميزات ويقدر الكل يستفيد منها مش بالضرورة يكون من خلال التبادل والتجاري بس والتعاون بالعملات لا يعني مثلا مصر محتاجة أم حفاروسيا محتاجة من مصر حاجة تانية أو يتورد لها والتصدير يعني نبدأ إزاي نتعامل في الموضوع ده ما بين الدول انتخل التجمع نفسه مع بريكس زي ما اذكرت لحضرتك وجود أهداف واضحة النهاردة لمنظمة البريكس أو لهذا الاتحاد المهم في نقول يعني دايما احنا مش بنختاري على العجل الاتحاد الأوروبي نجح ليه لأن كان فيه أجندة واضحة لهذه الدول وكان فيه اتجاه واضح لهذه الدول وأصبح النهاردة ليه قوة موجودة على أرض الواقع فبالتالي النهاردة مصر تقدر تستفيد وغيرها من الدول زي ما منقول كده فكرة ان احنا بس التبادل بالعملات فيه ناس نقول ده حاجة مفيدة لا ده احنا لازم نطور من حجم انتجنا علشان يبقى عندنا برضو تصدير ويبقى عندنا لأن الهدف الاخر هو تقليل الاستيراد والضغوط الاستيرادية لأن احنا مش هنستبدل الدولار بعملات أخرى احنا نحن نجيين النهاردة يبقى لنا دور حقيقي في حاج التجارة والتبادل التجاري ده شئنا أم أبينه هو ده الاتجاه اللي بتسعى ليه الدولة المصرية النهاردة ابتدنا نتحرك في عدة مجالات مختلفة عندنا تطوير لقطاع النسيج عندنا تطوير لقطاع المواد الوزائية عندنا تطوير واهتمام كبير بمجال الإلكترونيات وأشباه المواصلات اللي بتعتبر زي ما ذكرنا هي النفط التاني النهاردة عالميا فبالتالي اعتقد أن مصر قدامنا أجندة واضحة جدا لزيادة ويمكن الوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء بخطة 30-30 تعتبر وثيقة واضحة جدا فيما يخص خاصة المحور الصناعة والتجارة الخارجية بحجم زيادة التجارة أو قوات تصديرية لمصر خلال هذه السنوات احنا خلاص يعني تقريبا قابة قوسين أو أدنى يعني نحن حفل أو أخيرة والمؤتمر الصحفي النهائي للبريكس توقعاتك لأبرز المحاور التي هتجتمل عليها البيان الختامي لقمة بريكس يمكن أنا بأتمن مش هتوقع وأنا يعني بأؤكد يمكن أكتر من مرة أتمنى موجود أجندة واضحة مربوطة بجدول زمني وأهداف واضحة يتم متبعتها خلال يعني القمة القادمة للبريكس أعتقد أن دي هيكون رسالة قوية جدا على أهمية البريكس وأهمية هذا التجمع اللي بيحمل يعني زي ما ذكرنا مجموعة من الفوائد ومجموعة من القوة سواء بقى على المستوى البشري أو الصناعي أو الاقتصادي أو التجاري النهاردة هيرسل نسالة قوية أن إحنا أصبحنا موجودين وعندنا النهاردة هذه الدول هيعاد تسعير مواردها وده أمر هام جدا باللغة الاقتصادية واللغة السياسية لأن أحد أهم يعني خلينا نقول التوجهات السياسية هو أن أنا باهتم أن أنا يبقى عندي علاقات سياسية بإحدى الدول لما يكون عندها قوة اقتصادية أو أنا عندي احتياجات لأن أنا أتعامل معها فبالتالي السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة أتمنى أن نشهد في البيان الختامي وجود أجندة مربوطة بجدول زمني خاصة بالبركس مبارح لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ليه لقاء تنائي مع الرئيس الصيني شي جينبينج ممكن تحدثوا خلالها عن بعض المشروعات اللي بتقوم بتمويلها والمشاركة فيها الصين في مصر لكن كمان طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الصيني نقل التكنولوجيا لمصر والتصنيع شايفة ده هيكون ازاي الفترة اللي جاية وتوجهات وهتكون عاملة ازاي في الحقيقة شيء أن أم أبين تعتبر الصين أحد أهم القوى الاقتصادية على مستوى العالم النهاردة المارض الصيني أو التنين الصيني كما يقولون عليه النهاردة بيسبب قلق لكثير من الدول الأوروبية مثلا تكنولوجيا السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة اللي اتغازت أوروبا وأثرت على مصانع كبرى في أوروبا النهاردة بتعتبر أحد أهم الأهداف بالنسبة للدولة المصرية أن نحن نوجد مثل هذه الصناعات من هذه التكنولوجيا لا يوجد حل أمام مصر سوى أن هي تقيم مثل هذه الشركات أن نطور عندنا البنية الأساسية اللي نقدر نقوم عليها بجذب استثمارات وده كان الهدف من أن نحن على مدار هذه السنوات قمنا بالإنفاق والاستثمار على البنية التحتية علشان في يوم من الأيام النهاردة نوجد مثل هذه الشركات وهذه الاستثمارات وخاني أقول بصورة سريعة النهاردة لو لم تكن مثل هذه البنية التحتية لم يكن مشروع زي رأس الحكمة رأس الحكمة لم يتم اكتشافها قريبا لكن هي موجودة ناس كتبت تسال إيه لازم من شبكة الترق أساسي في أننا جاب الاتثمارات أننا يكون عندي شبكة الترق قوية يعني رأس الحكمة هي موجودة منذ أن وجدت مصر على بضر التاريخ لم يتم اكتشافها حديثا ولكن النهاردة لماذا أصبحت رأس الحكمة بهذه الهمية وغيرها من المناطق لوجود مثل هذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر صعدت في كثير من المؤشرات العالمية ويمكن أعتقد أن وجود الشراكة الصينية أعتبر أحد أهم الأهداف بالنسبة لمصر أهمية هكذا التجمعات مثل البريكس لدول زي روسيا لدول زي الصين على خلاف كبير جدا من المجتمع الغربي والأمريك والرؤية المتحدة الأمريكية أهمية البريكس ليهم سياسيا وقتصاديا في الحقيقة خلق متنفس بعيد عن الكتلة الغربية يعني النهاردة لو بنتكلم دولة زي روسيا النهاردة بعد العقوبات المفروضة عليها من العالم الغربي وفتح أسواء وفتح نظام مالي جديد أو إيجاد نظام مالي جديد ونظام للمدفوعات جديد ده هيعزز من استقرار الاقتصاد الروسي إلى جانب طبعا من الناحية السياسية النهاردة أغلب التكتلات الاقتصادية بتبتدي بمعاني اقتصادية ولكن هي في الآخر تكتلات سياسية بتسند بعضها لبعض هذه الدول فبالتالي وجود البريكس بالنسبة للدول أو الاقتصاديات الضاربة الكبرى زي الاقتصاد الروسي أو روسيا والصين والهند وأعتقد أنه هيكون لها عامل مهم جدا على الجانب الاقتصادي والجانب السياسي عملة بريكس حديدك يمكن كنا منتكلم أنها ممكن هتواجه تحديات كبيرة جدا علشان يتم تطبيقها بشكل كبير واستخدامها لكن قمت ممكن البديل لأنها تبقى عملة رقمية إزاي عشان نبسطها أكتر للجمهور في الحقيقة العالم دلوقتي بيبعد تماما ابتدى بتاعت تماما على فكرة العملات النقدية يعني النهارده ثورة الكريبتو كاينز يمكن إحنا بنقول اللي هيستفاد منها بصورة أكبر هي الاقتصاديات اللي هتبتدي تتجه إلى إصدار عملات رقمية الصين تعتبر رائدة في إصدار العملات الرقمية عندنا اليوان الصيني ده يعتبر أحد أهم العملات الرقمية على مستوى العالم بيتم التعامل عليه في الصين وفي الاقتصاد الصيني بيتم نسمع عن الدولار الرقمي وليورو الرقمي بيتم التعامل عليه إزاي ما بين الشعب يعني اللي يا فندم هو محافظة إلكترونية وبيتم عن طريق المحافظة الإلكترونية دي أنك بتتعامل باليوان الرقمي داخل الصين قريدي بيتم التعامل به نسمع بقى عن اليورو الرقمي نسمع عن الدولار الرقمي ابتدنا مصري نفسها البنك المركزي المصري ابتدى يتكلم على الجنيئ الرقمي نظرا أن ده هيقلل من تكلفة نقل الأموال سرعة هذه تحركات هذه الأموال فالعالم ابتدى يتجه بقى بفكر جديد خلينا بقى نقول أن البريكس الجانب المتوقع هو وجود عملة رقمية ولكن خلينا نقول أي عملة بتقاص بقوتها لا يا مش بس أنا عايز يعني أعرف هنا أستفسر العملة الرقمية هي عملة البلد الرقمية يعني الجنيه الورقي مقابله جنيه الرقمي بالضبط كده يعني لو عندي مثلا ألف جنيه فببقى معناه أن أنا عندي ألف جنيه ورقي ومعناه أن أنا عندي ألف جنيه رقمي محفظة إلكترونية بألف جنيه رقمي ليس عملات أخرى مثلا بيتكوينز أو كده لا يفهم البيتكوين دي عملة ليس لها غطاء أو هذه العملات ليس لها غطاء يحميها أو بيتم تقييمها بقى بصور مختلفة لكن احنا بنكلم على اقتصاد حقيقي الاقتصاديات الحقيقية دايما هتبقى للعملات دي غطاء يدعمها سواء بقى من عملة من السلع عملة من السلع عملة من السلع سوريا عملة من السلة من العملات والمعادن وبعض الموارد وده المتوقع أن لو تم إصدار عملة رقمية تدعم البراكس تكون هذه السلة اللي بتدعمها لكن خليني أقول لحضرتك النهاردة أن وجود هذه العملة ده بيعتمد برضه على حجم التجارة وتفعيل أجندة معينة لحجم التجارية ما بين الدول الأعضاء اللي هتكون بين مجموعة البراكس ده اللي هيدي قوة لهذه العملة لأن النهاردة في حالة غياب عمليات التبادل التجاري سواء بقى بعملات هذه الدول أو عدم وجود حجم محللة واضح وأجندة واضحة مش هيخلينا نقدر نعمل مثل هذه السلة نحية شكرا شكرا جزيلا رانيا يحكوب المحللة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البورسة شكرا شكرا جزيلا شكرا لحضرتها نورتينا شكرا لفهم شكرا لحضرتها